اشتركوا في القناة 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 ثم يوم القيامة يخزيهم يقولوا اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتلوا ان الخزيهم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم ملائكة ظالمين انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله علي منذ ما كنتم تعملون فادخلوا اشتركوا في القناة وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خيرا ولنعم دار المتقين جنات عبدون يدخلونها تجري تحتها الأمهار لهم فيها ما يشاء كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم ملائكة الطيبين ويقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظرمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين اشركوا لي شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على رسل إلا البلاغ النبي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله واجتنب الطاود فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداه فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرون وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا لكن أكثر الناس لا يعلمون ببين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إننا قول ما لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيقون والذين عاجوا في الله من بعد ما ظلمون لنبوئنا في الدنيا حسنة ولا أجل الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين نكروا السيئات أن نخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم رؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خرق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن الإيمان والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجن ما في السماوات وما في الأرض ما من دابة والملائكة وهن لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون ولو ما في السماوات والأرض وله الدين وأصباء فغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشلكون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم طالله لا تسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشرى حدوم بالأنثى بل وجهه مسود وهو كبير يتواغى من القوم مسوء ما بشر به أي يمسكوا علىهم أو يبسوا في التراب على ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله مثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يأخذوا الله ناسا بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن أخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقبلون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون طلع لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم مؤمنين والله أنزل من السماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن ولكم في الأمعام لعبرة نسقيكم مما في بطنهم بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل ويتخذي من الجبال بيوتنا من الشجر ومما يعرشون ثم كل ثمرات فسلكي سبول ربك ذللا يخل من بطنها شراب مختلف ألوان فيه شفاء من الناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد لا أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بردي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفب نعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجهم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفلة ورزقكم من الطيبات أفب الباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا